نحن في بيوت نحن نتعاق في الامارات الذكاء الاصطناعي يخترق سوق العقارات فالبحث عن عقار عبر البوابة العقارية بيوت الموجودة في الإمارات أصبح الآن يتم باستخدام روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي بيوت جي بيتي وهو أول روبوت دردشة في المنطقة صممته بيوت كمساعدة للبحث عن العقارات في الإمارات بيوت GPT is first of its kind we haven't seen anything like this not just in the region but across the planet and it is essentially a tool which can help assist you in getting to the things that you're looking for a lot faster historically people have searched for properties by specifying I want a property in this location with these number of beds and this price range but wouldn't it be nice if you could just have a conversation you know and say look find me properties that meet this criteria you know I want properties that have an ROI of over 6% or that have a rental yield of 8% تقدم هذه الأداة البكية رحلة بحث أكثر تفاعلية مع العاملين في سوق العقارات فتمكن المستخدمين من طرح الأسئلة لمعرفة المزيد عن متوسط عوائد الإيجار في المناطق المختلفة وأكثر المناطق طلباً في دبي ومدى توفر نوع عقارات معينة في مواقع محددة وحتى طلب توصيات خاصة بالعقارات بناء على تفضيلات المستخدم سمم بيو جي بي تي من قبل مئات المهندسين في الشركة وهو متوفر في الإمارات فقط لكن هناك خطط للتوسع في المستقبل يعتبر الذكاء الصناعي التكنولوجيا الأكثر تأثيراً في قطاع العقارات وبالأخص البرابتك ومن المتوقع أن تصل السوق البرابتك العالمية إلى نحو 120 مليار دولار بحلول عام 2032 دانا العمر، CNN الاقتصادية